من عمان مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية دكتور ظرار حسن بلعاوي أهلا بك دكتور ظرار دكتور ظرار يعني ما بعد الزلازل دائما هناك أمراض خطيرة لكنها معينة أيضا في هذا التوقيت هناك مشكلة حقيقية أساسا كانت في سوريا و في هذا الجنوب التركي خصوصا في سوريا ما طبيعة الذي ممكن أن تنبأه ما طبيعة المساعدات أو العمل الذي يجب إدخاله لهذه الماكل منكوبة تحياتي يا سيدي لك و للمشاهدين الكرام و في البداية أسأل الله الرحمة لمن قضوا و الشفاء العاجل للجرحى و المصابين نعم يا سيدي هاي كارثة كبيرة الحقيقة و يجب علينا جميعا أن نعرف ما هي المشاكل اللي نتوقعها حتى نسأل عن الحلول أول شيء هناك فيه عندنا إصابات جسدية تتمثل فيه تمزقات الصحق و يعني تهتكات للجلد و الأنسجة عند كثير من المصابين هناك أيضا أمراض يعني تنفسية متلازمة التنفسية عند البالغين هناك أيضا أمراض مثل التخثرات في الأوعية الدموية و فشل في الأعضاء و لهذا من الضروري جدا تصنيف المرضى اللي يعني الحقيقة يعني حلفهم الحظ و لم يتوفوا من الزلزال يجب تصنيفهم إلى فئات بحاجة إلى رعاية لكن الأوبئة التي قد تخرج من وراء تضرر يعني المجاري و هذه الأماكن ما طبيعتها؟ نعم يا سيدي بسبب طبعا عدم وجود مصادر مياه نظيفة للشرب بسبب يعني انعدام الآن الحقيقة المصارف الصحية عدم وجود مراحيط فبلا أدنى شك نحن نتوقع كثير من الالتهابات التنفسية نتوقع كثير من الإسهالات نتوقع الكوليرا نتوقع الملاريا تفشيها مرة أخرى للأسف أيضا تحلل جثث البشر واجية في الحيوانات هذا قد يؤدي أيضا إلى انتشار كثير من الأمراض كل هذا أنا بس بدي أركز على الفئات ذات الاختطار العالي يعني بدي أركز على كبار السن اللي كنت أنا بدي أحكي أنه لازم نصنفهم إلى فئات بدي أتحدث عن صغار السن بدي أتحدث عن المرضى ذوي الأمراض المزمنة هذه الفئات يجب أن يعني تقسم حتى نستطيع أن نعطيها المساعدة حسب الاحتياج نعم طيب أيضا دكتور ضرار ونحن نتحدث عن الوضع السوري هناك يعني تهالك البنى الصحية في البنية التحتية أساسا خلال 12 سنة من الحرب السورية ما طبيعة المساعدات التي تحتاجها البنية التحتية السورية سواء في حلب في اللاذقية في شمال غرب سوريا في كل المناطق يعني وأيضا طبيعة إدراكنا كأطباء أو كمنظمات طبية لطبيعة هذه المساعدات سيدي أنا في البداية يجب علينا يعني قبل ما نتحدث عن أي أدوات أو معدات يجب علينا يعني أن ننصح وندعو جميع الدول أن تترك الخلافات السياسية جانبا وأن تفتح المعابر وأن تفتح الفضاء الجوي حتى تصل المساعدات هذا واحد اتنين يجب سريعا كما قلت توفير الغذاء الصحي اللازم توفير مصادر مياه نظيفة حتى لا تنتشر أمراض عبر المياه مثل الكوليرا وغيرها يجب أيضا توفير مستشفيات ميدانية نستطيع فيها يعني التعامل مع الإصابات الموجودة كما قلت التهتكات التمزقات التجلطات الدماغية لممكن تصير الأمراض التنفسية يجب أن يكون هناك أجهزة متوفرة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي الأدوية أيضا المصاحبة لهذه المستشفيات الميدانية يجب أن تكون موجودة بالإضافة للكادر الصحي يا سيدي يجب على كثير الدول خصوة الدول العربية المجاورة يعني أن تبدأ بإرسال الطواقم الطبية حتى تستطيع أن تمتص الحالات الكثيرة التي ستظهر الآن بعد أسابيع وبعد أشهر من هذا الزلزال أنا أريد أن أوضح نقطة يا سيدي أن المشكلة ليست في أول أربع خمس أيام من الزلزال هناك كما نقول موجات من الأسف الحالات والوفيات ممكن تحدث الموجة الأولى تكون موجة المباشرة النافذة في موجة أخرى تكون بسبب الناس اللي في عندهم نزيف داخلي أو تهتكات داخلية للأعضاء الداخلية وفي عندنا موجة ثالثة ممكن أن تحدث بسبب الحقيقة الالتهابات والإنتانات والأمراض التنفسية فهذه كل نجب أن نتعامل معها خلال الأسادي والأشهر القادمة من عمان مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار حسن بلعاوي شكرا جزيلا لك